على مدار ثماني سنوات شرعت الدولة في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. هذه الجهود عكست على رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الأصلاح الاقتصادية اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، في حين رأت الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة أسهمت في تحسين الظروف المعيشية، وذلك للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً. بدوره رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع نطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية. أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج فيروس سي، فقد أكدت الإيكونوميست أن مصر قدمت دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، وفيما يخص ملف التمويل زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52 من 10% بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه في عام 2021-2022 مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه في عام 2013-2014. وبالنسبة لمنظومة التموين والخبز، فقد ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ 50 جنيه في عام 2022، مقابل 15 جنيه في عام 2014. وفيما يتعلق بالمعاشات، فقد زاد الحد الأدنى أكثر من ضعفين، حيث بلغ 910 جنيهات في عام 2022 مقارنة بـ 450 جنيه في عام 2014، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو ثلاثة أضعاف ليبلغ 3000 جنيه في نوفمبر من عام 2022، مقابل 1100 جنيه في عام 2014. وتعد مصر ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعد الأولى عربياً وأفريقياً، ومن بين الخمسين دولة الأولى عالمياً، التي تضم دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا.